موضوع آخر أريد أوضح العراقيين موضوع ضرب غازات مسيلة الدموع وغازات مخدرة ما لا صح على الإطلاق الرئيس من تم اعتقاله رادوا يصعد كانوا جايبين طائرتين بلاك هوك رادوا يصعد بالطائرة ما قبل هنا هم أكو سؤال يطرح نفسي دكتور يعني هم الكثير من الناس يتساءلون أنه ليش ما قاومهم الوضع اللي كان به ما كان يسمح أن يقاوم الوضع اللي كان به بعدين إذا قاوم وحسب ما هو قال قال الآن إذا كتلت جندي جنديين مية خمسين يعني شنو النتيجة بالأخير يعني هو قائد هو يقود لكن هو المحافظ يعني يجب عليه أن يحافظ على نفسه لهذه المرحلة الحساسة ولقيادة المقاومة فيها فما كان يعني شيري إذا قاوم يضرب لجنديين أو يكتل له ضابط ما تؤدي النتيجة فمراده مراده وصعدوه بالطائرة ما قبل رفض فكانوا إياهم مفرزة طبية فزرقوا يعني ضربوه عبرة مخدرة وشالوه بالطائرة حقنوه بأبرة حقنوه بأبرة مخدرة ولذلك من طلع هو يقول هذا الكلام؟ لا هذا النقل لليه من من محافظ صلاح الدين ما سألته؟ لا والله ما سألته بس قلت له يعني كان عليك واضح علامات تخدير والوضع قال آني يعني اعتدوا علي من طلعه من هذا المكان تم الاعتداء علي وهذه يعني شنو اعتداء ضرب يعني نعم المترجم العراقي اللي هو عنده الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية اعتدى عليه وضربها وضربها بعض الضباط وهذا ما يعني مفخر لهم لأنه هو رجل أسير ورجل مجرد فبس هو هاي الأخلاقية الأمريكية للتعامل فمن طلعوا بالمؤتمر يعني مع الطبيب كان يزيغ البصر ماله هو أثر هذا التخدير دكتور يعني أكو معلومة تقول أنه هو ما أظهروا للإعلام مباشرة بعد أن تم القبض علي وإنما بعد مرور فترة يلا أظهروا لي وسائل الإعلام ما قل لك شنو السبب دي ألقوا علي القبض يعني اعتقلوه الساعة تقريبا بحدود ساعة ثمانية بتوقيت بغداد يعني المغرب وأثناء البحث يعني خلي نقول الغرفة اللي نام بيها كانت غرفة خاصة ينام بيها يعني أيضا هي مثل الملجأ غير الملجأ لا أي غير هذا الملجأ القصف غرفة إذن أنا حتى المشاهد الكريم يفهم أنه هو الملجأ جزء من البيت جزء من لا مو جزء من البيت ما لقي سنامك وإنما جزء من غرفة أخرى يعني غرفة قديمة ينام بيها للتمويه فالأمر كان من بحثه يعني أثناء البحث وراء ما اعتقلوا لقوا ويا مبلغ 750 ألف دولار ولقوا تحت الوسادة دفتر مسجل بمعلومات يعني في غير الأمية اللي هي إسماء القادة قادة الفصائل وإسماء اللي كان يعاونهم يا فصائل فصائل مقاومة يعني في ذلك الوقت الأمريكان كانوا العراقين قاوموهم قاوموهم شراسة وهذا اعترفت ب يعني كل دول عالم بما فيهم لولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن يعني اعترفت بخسائرها لكن ليس الرقم الحقيقي فلقوا بالدفتر كل أسماء المقاومة ما أعلنوا إلا اعتقلوهم اعتقلوهم نعم يعني بقال واحد يعني سووا حملة فاعتقلوهم كلهم ولأسباب أخرى طبعا هو اعتقلوهم كان عددهم تقريبا والله ما أعرف ما أعرف ما أعرف اعتقل هذه أيضا معلومة مننا لو من آخرين لا لا هذه معلومة من قال لي قبل شوية قلت البحث عن الحقيقة يستوجب الصبر ويستوجب التسامي عن يعني روح الأنانية أو روح العداوات الشخصية أو النزاعات البينية من أقول لازم يتم التحقيق مع كل اللي يبقوا مع الرئيس لأنهم يمتلكون الحقائق وشخصت من ضمنهم الأخ سلوان اللي نزاهته ولأنه كان يتواصل مع الرئيس من خلاله وكان يثنع لي الرئيس نعم ذكرت نعم يعني كل الحماية اللي يبقوا ويها كل الأفراد اللي يبقوا ويها بما فيهم الأخ سلوان يجب أن يستجوبون أو يعاونونهم بالتحقيق هو مو تحقيق بمعنى التحقيق وأنما تشكل لجنة من أقاربة ويشخصون الحالة ويعالجونها بيناتهم وطهران وطهران نعم اشتركوا في القناة